اختتمت مصر مشاركتها في الدورة الثانية والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والتي انعقدت بمدينة سمرقند في أسباكستان تحت شعار الاستثمار في المرونة وذلك بمشاركة وفود 71 دولة عضو بالبنك وكبار مسؤولي الحكومة الأسباكية هذا وشهدت الاجتماعات اندخاب مصر نائبا أول لرئيس الاجتماعات في الدورة المقبلة في أرمينيا وعكست مشاركة مصر بالاجتماعات قوة العلاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وترويجا لمشروعات التعاون الإنمائي المنفذة في مصر